بسم الله الرحمن الرحيم محاسب التكليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بيانات التكليف في اتخاذ القرارات example on make or buy decision عايزين ناخد مثال على قرار الصنع أم الشراء Abha Company is considering outsourcing a key component يعني بيقولك هنا شركة Abha عايزة بتدرس أنها تاخد مصادر توريد من الخارج يعني الشراء من الخارج مصادر التوريد الخارجية لأيه outsourcing ديه تعادل كلمة البعي real supplier has quoted a price of 140 يبقى هنا هي المورد عرض علينا المورد عرض علينا نحن نشتري منه بساعة 140 بليونت the following costs of the component when manufactured in house manufactured in house يعني يقولك ترجمة حرفية تصنيع من في المنزل لا هي التصنيع الداخلي التصنيع الداخلي يبقى الـ manufactured in house تعادل كلمة الميك they are expressed on appear unit basis تكلفتها على أساس الواحدة كانت بنسبة لي direct materials اللي هي المواد المباشرة المباشرة كانت خمسين والأجور الـ direct labor أجور مباشرة التلاتين الـ variable overhead تكلفة إضافية متغيرة اللي هي الخمسة وخمسين والـ fixed overhead اللي هي تكلفة إضافية إيه ثابتة خمسة عشر لو جمعنا total cost الإجمالي بتاع تكلفة التصنيع الواحدة الواحدة مجموحهم مية وخمسين طب لو جلنا نحلل بقى المواد المباشرة دي ملائمة أي شيء مباشر لازم يكون ملائم لأن أي مباشر متغير وكل المتغير إيه بيكون ملائم يبقى دي ملائمة يعني relevant الوجوه المباشرة برضو ملائمة يعني relevant التكلفة إضافية المتغيرة برضو ملائمة أي حاجة مباشرة أو متغيرة ملائمة relevant الثابتة بقى دي تعتبر غير ملائمة اللي هي irrelevant غير ملائمة required المطلوب what do you recommended for the company management بماذا تنصح إدارة الشركة تنصحها بإيه تشتري من برة بالمية وعبين ولا تصنع بالمية وخمسين نشوف solution افرستلوك يعني للنظرة الأولى للنظرة الأولى ده اللي بياخدوا الأمور بسطحية وما بيفكرش cost of buy تكلفة الشراء كانت معروضة علينا من السبلاير من مورد من 140 الرقم ده للزان عقل من cost of make تكلفة الصنع اللي احنا كنا جمعنا في الصفحة القبل كده بمية وكم وخمسين فالمية وعبين أقال من مية وخمسين the decision is buy يبقى في الحال دي القرار هو إيه القرار هو buy يعني الشراء نحن ناخد الأمور مش بسطحية بقى ناخدها بتركيز بعمق فنقول because fixed overhead is irrelevant cost ولأن بقى تكلفة الإضافية الثابتة دي irrelevant cost تكلفة غير ملأمة في الحال دي لازم نوص بإيه it is recommended to be eliminated احنا بنوص ان احنا إيه نشيلها من التحليل نزيلها نعملها إهمال استبعاد هنعملها استبعاد من التحليل بتاعنا فلو عملنا لها استبعاد هنلاقي irrelevant cost of make تكلفة الصنع الملأمة هي المية وخمسين نقصد إيه الخمستاشر استبعدناها اللي هي مين اللي هي كانت الفيكسد أوفرهيد يبع في الحالة دي أصبحت irrelevant cost of make المية وخمسين نقصد إيه بكام المية خمسة وتلاتين لو قارننا بقى المية خمسة وتلاتين ديت بالمية واربين بتاعة الباي شراء هتلاقي ان الرقم ده ليه زين الكوست of buy أقل من ايه شراء the optimal decision يبع القرار الأمثل is make قررنا الأمثل هو الصنع ليه because it is reduced 5 يعني بحن نوفر هنا هي خمسة in unit cost اللي هي الفرع ما بين مية خمسة وتلاتين ومية واربين مية خمسة وتلاتين